بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا النهاردة ان شاء الله مع المسابقة رقم اربعة من مسابقات اوائل الطلبة في مادة الساينس بازن الله رب العامين. قبل مبدأ المسابقة احب اشكر كل طالب وكل ولي امر عمل شير للمسابقة وعمل شير للفيديوهات وعمل شير للبوستات وحاول ينشر الفكرة شكرا لكل طالب وشكرا لكل ولي امر وده ليه تقدير عندي كبير جدا ان شاء الله في القريب العاجل بازن الله. دلوقتي بقى جهز لي ورقة وقلم ويلا عشان نبدأ المسابقة رقم اربعة في مادة الساينس بسم الله توكلنا على الله. السؤال ال اول بيقول complete each degree in medical thermometer divided into point number one each degree in medical thermometer divided into point number two we collect carbon dioxide gas by point of air while collect oxygen gas by point of water number two we collect carbon dioxide gas by point of air while we collect oxygen gas by point of water number three ratio of carbon dioxide gas and the other gas is point number three ratio of carbon dioxide gas and the other gases is point number four wool is heat point number four wool اللي وصوف يا شباب is heat point number five point has no direction because not affected by gravity while point has direction number five point has no direction because not affected by gravity while point has direction كده انا خلصت اسئلة النموذج الاول قبل ما نبدأ في اسئلة النموذج التاني احب اعرف الطلبة حبيبي ان ان شاء الله من الجمعة القادمة الامتحان هيبقى على المنهج كله ان شاء الله من الجمعة القادمة الامتحان هيبقى على المنهج كله لان سعدت الوزير اكد وقال ان امتحانات الفصل الدراسي الاول الجداول بتاعتها هتنزل في اول فبراير والامتحانات هتبدأ اتنين وانشين اتنين بازن الله يبقى ان شاء الله من الجمعة القادمة هيبقى امتحان اول الطلبة على المنهج كله لاني الاخبار الاكيدة الاخيرة ان سعدت الوزير اكد ان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول هتنزل في اول فبراير والامتحانات هتبدأ ان شاء الله 22-22 باذن الله طيب خد لي خط بالمسطرة ويلا عشان نشوف النموذج التاني من اسئلة بسم الله توكلنا الله بيقول لي خلي بالك معايا الماس بالجرام اركز معايا وبعد ما اتجيب الويت هتلي يا مستر شغل دماغك با شغل دماغك حبة وهتلي يبا هتجيب وهتجيب لي number two weight of object on moon number two weight of object on moon يبقى انت عندك في المسألة مطلوب منها حاجتين weight of object on earth وهتجيب الويت number two weight of object on moon انا كده خلصت على سئلة المسابقة النموذج الاول الموذج التاني احب افكركم ان كل دروس منهج الصف السادس البتدائي موجودة على القناة unit one كله موجود وunit two كله موجود وunit three كله موجود ناقص معي الدرسين بتاع unit four هنزل درس السابت ان شاء الله ونزل درس الحد باذن الله بحيث ما يبقاش حد عنده حجة الجمعة الجاية انا همتحنك على المنهج كله المنهج موجود على القناة معابا listen one و listen two في unit four هنزل واحد السابت واحد حد يبقى عندك اسبوع كامل تزاكر فيه عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي همتحنك على المنهج كله باذن الله بحيث ان شاء الله في فبراير تبقى جاهز باذن الله للمتحانات باذن الله رب العمين اتمامنا لكم التوفيق جميعا واتمامنا ان يكونوا استفدتم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته